جالنا كم من الرسائل غير عادي تمام اغلبها بتسأل على معاد محدد لألبوم محمد فؤادي يعني مش قريب كده مش عايزين حد يقول لنا قريب ولا انا عايز معاد عايز معاد عايزين معايزين يعني اقول له تعالى اعود مع محمد في الاستوديو انت فضل لك كم اغنية شوف اقول لك فضل اغنية وينزل اغنيتين وينزل احنا معانا حوالي 16-17 اغنية اللي احنا عايزينهم عشرة تمام بس بتنقل اه بس ممكن تبص لها نفسك يعني في حاجة معينة بقى عايزين نعملها دلوقتي وينزل الالبوم يعني حاجة في الموضوع ده خد بالك وممكن ما نتلاينا بالنزل الالبوم من غير ده وخد بالك لو مش مخلص الالبوم مش هبدأ في المسلسل مش هتبدأ المسلسل في خلال ايام بالزبط يعني معاناها ان انا هعمل الالبوم بعد المسلسل يعني ممكن نشوف كما حدث في مسلسل اغلى من حياتي في عام 2010 واجبه ونزول ان شاء الله وبشكرهم جدا وبقولهم تاني اليوم ايو بقولهم بجد انتو فوق شوية اصلي وجدعان وبحبكو جدا جدا ومش هنسى فضلكو اللي هو بعد ربنا سبحانه وتعالى على محمد فؤاد بس ما يعني اهدوا عشان بس انا واحد انا واحد من محبي محمد فؤاد بقالي ست سنون هادي اعمال اصبارك اديلك يا اصلي اديلك لا انا عوزين الالبوم ماشي وكما خد بالك حتة الالبوم دي الالبوم هننزل الالبوم بس الالبوم الالبوم دي خلاص بطلت شوية يعني انك انت الالبوم بطلت ازاي دي الالس دي بيخلص والدنيا بتخلص بقى فيه طريقة دلوقتي اللي نزول الاغاني يعني الناس فيه ناس مش مصعبة فيه ناس مسكة في الشكل الكلاسيكي بتاع انك انت الالبوم يعني كام اغنية جوه استوانة جوه ما بقاش الكلام ده يشير الانترنت لغة ده فيه طريقة اه وبنوضى دلوقتي لطريقة مبتكرة مش هتتشاف غير مع محمد فؤاد اللي هي ايه من حق الا ما هادرش يقولها علاوة تقديني بداية طب اين معايير لمحمد فؤاد حاجة حاجة ها هنوصل بيها الاغاني بشكل غير اللي متواجد دلوقتي كمان زي ما نزل لنا السيدي فا انا اعلم ان اول سيدي اتعمل او استوانة مضمجة كانت في السكة ايه اول استوانة مضمجة كانت الالبوم في السكة دي معلومة حقيقة اول اول سيدي اه لمطرب عربي كانت في السكة اه نجحت نجاحها ليزر ديسك اه طبعا اه اشتركوا في القناة